أهلا بكم مشاهدين الكرام في الجزء الثاني من ملف خاص تحدثنا في الجزء الأول عن الركود الاقتصادية المنتظر حول العالم وفي هذا الجزء سنقلب الصفحة لنعرج على ملف محلي يتعلق ببرنامج حكومي أقراته الحكومة للحد من البطالة خاصة لدى الفئة التي فقدت عملها بسبب جائحة كورونا ويتعلق الأمر ببرنامج أوراش الذي يستهدف تشغيل 250 ألف مواطنة ومواطن الجديد في هذا الملف ما أعلنه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات السيد يونس كوري بمجلس النواب حيث قال بأن 70% من المستفيدين من برنامج أوراش لا يملكون أي شهادات أو دبلومات وأضاف أن حوالي 50% من المستفيدين من البرنامج ينحدرون من الوسط القروي وأكثر من 25% من النساء لافتا إلى أن الوزارة تبحث عن صوب لإطلاق برنامج جديد يستهدف الأشخاص الذين لا يتوفرون على شواهد أو دبلومات وذلك في ظل النجاح الكبير الذي عرفه برنامج أوراش على حد تعبير السيد الوزير للحديث بتفاصيل أكثر عن هذا الموضوع رحب من جديد بضيوف الكرام الذين كانوا معنا أيضا في الجزء الأول من البرنامج يتعلق الأمر بدكتور بدر الزهر الأزرق دكتور في قانون الأعمال والاقتصاد أهلا بك مجددا أهلا وسهلا رحب موصول أيضا بدكتور أمين سنوني رئيس المجموعة المغربية الشابة للشان العام والاقتصاد مرحبا بكامي مرحبا بك أستاذ دونفل أهلا ومرحبا بكما إذن من المشاكل الاقتصادية العالمية إلى حلول لمشاكل الاقتصادية المحلية يتعلق الأمر ببرنامج أوراش جوئيوزاني فيك سيارة نقول لي صالح بالفرنسي عيد سايد لأنه مر عليه سنة كاملة نطلق في يناير 2022 ونحن اليوم في يناير 2023 إذن سنة من تنزيل فعليا لهذا البرنامج أمين الأرقام كما قال سيد ناطق رسمي باسم الحكومة بيتاس قال بأنه 95 ألف استفادوا من البرنامج لحد الساعة يضيف إلى ذلك سيد سكوري مجموعة من الأرقام والحصائيات سنناقشها بتفاصيل التفاصيل بداية هذا المشروع كحل لمشكلة البطالة كبلسة من شاف لما تركته كورونا من جراح لدى طبقة شغيلة فقدت عملها وأخرى تبحث عن عمل خاصة في الوسط القروي من الشباب والنساء كيف تنظر إليك تقييمها؟ أدون على أن برنامج أوراس لدي أطلقة الحكومة في مطلع السنة الفاريطة ولدي يضفع شمعات الأولى في غدون شهر فهد شهر يناير جاء ربما برؤية إيجابية ألا وهي إدماج فئتين في سوق الشغل في الأولى المتدررة من فقدان الشغل خلال فترة الجائحة وكذلك من تجد صعوبات في ولوج السوق الشغل أدون على أنه النتائج التي تم الإفراج عنها في الأوين الأخيرة في تقييم مرحلي لهذا البرنامج تعتبر مشجعة بطبيعة الحال باعتبار أنها كانت تصبو إلى أن تفتح تقريبا ما يربو عن 250 ألف فرصة شغل 100 ألف تم تحقيقها أعتبر على أنه رقم مهم لكن بالموازات مع ذلك عمق ربما البرنامج نتكلم ربما عن مستكينة ظرفية في إجابة تماما عقد مؤقتة وكذلك مبرمة مع الجمعيات تعاونيات إلى آخر وفيها شيقين هناك الشيق الأول وهي العقد التي تبرم على مدة زمنية 6 أشهر وأخرى تهديف الإدماج سنة إلى سنتين تماما وبتري فأظن على أنها لن تكون حل ربما سيجيب عن بعض المتطالبات في حاجة في السوق الشغل خاصة هذه الفئات المتدررة لكن ليس هو الحل الرئيسي لمؤدلات البطالة تبقى حلول كما ذكرت مسكينات ظرفية وليس برنامج برؤية قوية من أجل كما ذكرت ليس له أبعاد مستقبلية ولن يقضي على البطال تماما حتى نسبة البطالة تراجعت في تولوت الأخير حسب من دولة السامية التخطيط من 1.8 إلى 1.4 يعني 0.4 نقطة ليس بشيء الكثير ولكن إن كنا نرى من منظور ما تفضل به السامين لماذا لا ننظر من منظور آخر خاصة لدى الوسط القروي خاصة لدى الجمعيات التعاونيات ومن يتفاعل ويتعامل معهم بأنه فقط التطبيع مع العمل بمعنى آخر أن تليج سوق الشغل بمعنى آخر أن تنتج مقاولة بمعنى آخر أن تحتك بالموردين والمستهلكين بمعنى آخر أن تتذوق حلاوة المدخول الشهري ألا يمنح فئة قد نقول بأنها يعني محبطة يمنح الأمل بأنه بإمكانك أن تكون عنصرا منتجا في المجتمع وبالتالي هؤلاء من سيلجون سوق الشغل بفضل أوراش 250 ألف قد يعني يتكاثرون بمعنى آخر وقد يقبل من هو في محيطهم ويراهم بأنهم أصبحوا عنصرا منتجا فاعلا في المجتمع ليتحرك بدوره وخاصة في مدار قروي قد نقول بأنه أو حتى في الجهات بشكل عام لا تشبه المركز في الفرص المقدمة على مستوى الشغل برنامج أوراش استدفى فئتين من المواطنين في أولي فئة العطلين الذين نسبق لهم أن نشتغل وفئة أخرى أصبحوا عطلين خاصة بعد الجائحة فقدوا عملهم بسبب الجائحة أو بسبب الأزمة الاقتصادية الراهنة وتم إدراجهم أو إدماجهم في هذه الأوراش يعني طبعا كانت هناك استفادة مادية أي هذا الأمر سوف يعينهم على الأقل على مواجهة دروف الأزمة مدخول معين خاصة في الجيبولي يستهن بهذا المدخول خاصة على مستوى العالم القروي في تأمين الحاجات الأساسية للأسر هذا شيء إيجابي كما قال الأستاذ نوفل مسألة الطبيع العطلين الذين نسبق لهم يشتغلوا مع شغل مع تدبير المصاريف مع تدبير المداخل هذا شيء إيجابي كذلك الإسهام في تقديم مجموعة من الخدمات لمؤسسة تعليمية لدور عجزة لمؤسسة أيتام الجماعات كانت تفتقر إلى الأيدي العاملة هذا شيء إيجابي يعني كل هذه الإيجابيات لا ننكرها لبرنامج أو راش ولكن بالمقابل فصل لأناس لديهم خبرة في هذا المجال أكيد أكيد يعني أنا من الناس الذين تطرقوا لعمل الجمعيات والتعاونيات برنامج خبار الناس شاهدت شيء مثير للإعجاب أكيد وفيه يعني يستحق الكثير من الاحترام والتقدير بكل ما تحمل الكلمة أكيد أنا متفق امرأة تشتري مخبزة من أجنبي أراد أن يغادر البلاد في وسط قروي فتوظف مها أربعين امرأة وهذه الامرأة مطلقة يعني لا عائلة لها ولا معيل ولا مجال للعمل في مكان بعيد عن السكن هذا غير مثال بسيط جدا ولم يكن هناك أوراش ولم يكن هناك برنامج فرصة ولم يكن هناك انطلاقة والقروض الميأسرة ولكنها آمنت بنفسها وعملت وتفاعلت مع واقعها المعاش فإذا بها توظف أربعين امرأة من وسطها المحلي هذا أمر جميل هذا أمر إيجابي وأنا اليوم عددنا مجموعة من إيجابيات هذا البرنامج خاصة نعكاسه الإيجابي في الأوسط القروية في الأوسط الهشة والأوسط الفقيرة لكن دائما نتساءل عن النهايات نتساءل عن المآلات نتساءل عن الخلاصات والنتائج ماذا نريد من برنامج أوراش؟ هل هو مجرد كما قال الدكتور أنه مجرد مسكنات ضرفية لمواجهة هذه الأزمة التي طالت وسط طالت وسط استمرت من البرنامج الحكومي لنكون واقعي أكيد حزب التجمع الوطني الأحرار لعب على لغة الأرقام في حملته الانتخابية وقال سنخلق مليون منصب شغل وليس كذلك وكان قد قسمها أوراش وفرصة وغيرها من المناصب المباشرة وغير المباشرة شيئنا أم أبينا شيء أفضل من العدم ولدينا مؤسسات دستورية ستحاسب الحكومة لأن اليوم الحزب لم يبقى بهيئته وقبعته الحزبية بل أصبح ضمن الأغلبية ستحاسب الحكومة على نجاحها أو فشلها فهذا الأمر نحن اليوم أنا أتفق معك المسكنات لا تؤدي بك إلى رؤية استراتيجية قاضية على البطالة وأعطانا رقم سيأمين أنه من 12% إلى 11.4% يعني النقصان في البطالة ليس بذلك الرقم المثير للإعجاب ولكن اليوم وأنت تقدم تلك الملاحظات سيد سكوري هو الآخر أمام البرلمان في رد على سؤال متعلق بالبطالة قدم مجموعة من الأرقام إن قلنا سيد ماتق رسمي للحكومة قال 95 ألف مستفيد لبرنامج أطلق في يناير أعطاك بعض الأرقام وربما تحللها بطريقة أفضل مني 70% من المستفيدين ما عندهمش دبلومات ولا شواهد 50% من الوسط القروي و25% من النساء هذا جمال البداية وأتمنى أن تكون النهاية أجمل أيضا ولكن هناك ملاحظات يجب الأخذها بين الاعتبار لكي تكون النهاية جميلة أيضا حين نتحدث اليوم عن برنامج أوراش ماذا سيقدم لهؤلاء المشتغلين في هذا البرنامج على مستوى التكوين هذا أول شيء اليوم حين أشار إلى الناس 70% كما قلت أستاذ نوفل أنهم ليست لديهم شواهد ليست لديهم أي تكوين يلتحقون ببرنامج أوراش ماذا يستفيدون على المستوى التكوين 30 ألف ممن استفادوا لديهم تكوينات ولديهم القابل للإستفادة من تكوينات القوة مع 70 ألف ما 70% طبيعة أنا لديها ملاحظة بسيطة طبيعة المهام المنطة بهم وطبيعة الأشغال التي يقومون بها المدة الزمنية القصيرة جدا لن تمكنهم من التوفر على مهارات أو تقنيات أو ما شئت حتى من أجل مؤهلات للإندماج في سوق الشغل وهذا من أبرز المؤهدات على برنامج أوراش ولكن تعلم أن الوسط الذي نتحدث عنه اليوم حتى طبيعة العادات الاستهلاكية فيه قد تكون مختلفة ومغايرة نوعية المشاريع التي قد تكون هي ابنة المجتمع قد يكون في منتجات الحليب قد يكون في تربية الثروة الحيوانية قد يكون في حضاء النحل وش فأنت المقصد مجرد أن تنتشله من ذلك الحالة التي فيها هو دير بوز في القهوة ويستهلك من والدته ووالده وأخواته أن يعيش هذا الحلم ثم بعد ذلك أن يعيش كابوسا هذا السؤال أو تقول عندك شي تنسيقية اسمتها أوراش تنسيقية أوراش هذا الشيء اللي أقول لك فيما بعد ويأتي والناس يبدأوا يحتجوا ونحن نشتغلنا ملقى ونحن نشتغلنا ما عقلوش عليه هذه مدة أخوة هذا الشيء نسمح لي نتكلم بالدرجة اليوم هذه المدة اليوم التي ستأخذ الحكومة في تنزيل هذا البرنامج لمدة سنتين هذه المدة يمكن الحكومة تفكر فيها فيما بعد أوراش نحن الآن اليوم سنواجه الإزماء وجزء من الإزماء من خلال برنامج أوراش ولكن أتمنى عند انتهاءات سنتين وما أظن هذا الأمر لا يخفى للحكوم ولكن ستبشرنا به إلى عندها جميل وهذا ما قاله السيد الوزير السيد سكوري قال بأنه سجلوا 48 ألف ملاحظة يعني الوزارة قامت بجولات على مستوى الجماعة الترابية والجهات ومما سجلت سجلت 48 ملاحظة منها استحالة الاستمرار في التشغيل على المستوى المركزي يعني لا بد أن يكون بالفعل تنزيل فعلي للجهوية المتقدمة على مستوى الجماعات الترابية والجهات ما فائدة هذه الملاحظة في إطار استراتيجية الوطنية للتشغيل أن يكون بالفعل هناك رؤى يعني تبنى بناء على زيارات ميدانية وعلى ملاحظات سجلها الواقع المعاش الحقيقي دون تلك مكاتب الدراسات التي ألفناها التي ربما في جل دراساتها لم تسمن ولم تغني من جوع في قطاعات متعددة تماما أعتبر على أن هذه الملاحظة قيمة باعتبار أنه تنزيل ورش الجهوية المتقدمة يعني مكون التشغيل هو عامل مهم فيه نعرف كذلك الفوارق المجالية والجماعية التي توجد في بلادنا وبالتالي هذه الملاحظة ليست أنا إلا أنها تعود يعني ترجع إلى الواجهة مسألة لا تمركز ولا مركزية في بلادنا من جهة من جهة أخرى كذلك كان العامل ذي الذي ذكرته أستاذ نوفل متعلق بالخصوصية مجموعة الجهات والمناطق في الأول كانوا 12 إقليم على ما أظن من بعد توسعة رقع الجغرافية حتى تشمل جميع الجهات وهنا نتكلم عن الخصوصية الجغرافية التروات الطبيعية الإمكانات البشرية المؤهلات إلى آخر تماما وبالتالي والخصوصية كذلك المناخية وإلى آخر هي كلها أمور تدخل يعني كأرقام في معاملة يعني تحديد طبيعة المهام التي يمكن أن تزاول يعني في الفئة المستهدفة بمرنامج أوراش وبالتالي أعتبر أن الملاحظة قيمة ويجب أخذها بالاعتبار يعني في المسار تنزيل هذا البرنامج 18 ألف ملاحظة تتعلق بالتشغيل وأخرى تتعلق بالأجر يعني نوعية المهنة ونوعية الأجر هي أيضا كملاحظة تسجل يعني اليوم التأقلم مع سوق الشغل المفروض عليك في جهة ما أو في جماعة ترابية ما هي النقطة التي تتحدث عنها ولكن أيضا حتى الأجر على مستوى التشغيل أمر مطلوب تماما ما تم تنصيص عليه في هيكلة البرنامج هو الحد الأدنى للأجور على حسب دائما تصريحات بطبع حال السيد وزير إدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ولا أنه فئة كبيرة وعارضة تلقت أجورها بشكل منتظم من هذا العمل هذا البرنامج أوراش لكن كما ذكرت حد الأدنى للأجور بالمقارنة مع مستوى التدخم التي تكلمنا عنها في الجزء الأول والتي في طبع الحال بلادنا ليست استثناء تبقى بطبع حال تماما نتفق معك لكن جيلها في الحديث يعني على أنه تبقى كما ذكرت من هناك بعض الشباب لأنه فقدوا الأمل إلى آخره وبالتالي هذه بلسم يعني لجرح غائر لبعض الشباب وبطبيعة الحال يعني كذلك بوثقة أمل يعني تنبعت في أمام هؤلاء الشباب لكن لا يجب أن ننكر كذلك نقطة التي أشارها دكتور بدردين هو أنه لكن العامل المواكبة والتكوين وهنا رقمين مهمين في المعامل فقط نتحدث عن أورش ونتحدث عن الجنيد اليوم مثلا هناك قواصم مشترك في الجنيد الخريج يكتسب مهارة سواء إن بقي في الجيش أو نخرط فيه أو خرج كي يخرج بمهارات كي يخرج بتقنيات سلوكيات سلوكيات عداد وبتالي هذا اللي غيكون خرج جنيد في المغرب نقدر نقول بأنه عنده إمكانية باش يمشي لسوق الشغل ويشتغل هل نفس الشخص اللي يمشى الأوراش هتكون عنده نفس الإمكانية ولكن هذا السؤال فيه المسؤولية تلقى على 5300 جمعية التي تعمل على المساعدة في تنزيل أوراش من خلال ما تفضلت به المتابعة والإشراف إلى غير ذلك أعتقد أن الجمعيات لن أقول في جلها ولكن في معظمها أو نسبة كبيرة جدا منها لديها الاحتكاك بالمجتمع المدني لديها ذراية بواقع السوق لديها ذراية بالاحتياجات بالإمكانيات المتاحة وبالتالي هي ابنة تلك البيئة ربما تكون لديها تلك الإضافة النوعية على المستفيدين من أوراش حتى لو أراضات الجمعية للأسف رأى الفطر الزمن يصددوا في رأى الإشكالية المطرحة فيها هو أنه لن تسمح رئيات الجمعية مؤقت لأنه كنت أتمنى هذا مثال بحل يقولت قبيل التجنيد الذي يدخلو مثلا الذي يدخلو في الحبس الاحتياطي الاعتقال الاحتياطي يدخلوه وما يعرف راسه مدة ثلاثة أشهر ستة أشهر ما يستفيد من تكوين إعادة إدماج في المؤسسة السجنية تقريبا يبقى تيفقد البوصلة اليوم كنت أتمنى عوض ما يكون عندنا الهاجس الكمية في برنامج أوراش مئتين وخمسين ألف منصب شغل تشتغل غير مئة ألف ونشتغل مئة ألف على هذه المدة على الأقل سانة يشتغل يبقى سانة كاملة يزيدوا في المدة يزيدوا في المدة وتكون ميهن معينة يكتسب مهنة يتكون يتكون بالنظري وبالطبيقي وهنا الجمعيات يكون عندهم مؤطرين في إطار الشرط يخصون يتفرضوا أو يتطلبوا من هذه الجمعيات لأن في الآخر أنا أريد أن نساعد هذه المواطنين من أجل مواجهة الأعباء وتابعة الأزمة ولكن في نفس الوقت سيخرج بيتكوين وشهادات تمكنه وتؤهله إلى المرور إلى سوق الشغل وهذا لا تقل عن سنتين فئة صغيرة التي تكون سنتين غالب الأعم ستتفضل ستتأشر أقل بعد المرات ولكن وزارة وزارة المجد تقول بأن الهدف للأسمة هو إعادة الإدماج في السوق وإن منحناكم تلك الفترة الزمنية وذلك المبلغ المالية فالهدف هو إعادة الإدماج أنا أظن أن البرنامج في شكله لم يكذب لأن الواضح لأنه كان في أقل ستش أشهر البرنامج لم تعطاه حجم أكبر من ما يصبو إليه وما يهدف إليه وبالتالي أنا أتفق فقط في نقطة معينة حتى جغرافيا حدد مكان الاشتغال تمام الأمور كانت واضحة لكن ربما ونوعيا ربما النقطة المهمة التي يجب إشارة إليها بالنسبة لبرنامج أوراش هي هل بعد ست أشهر وإنقذاء مدة العقد هل هؤلاء الشباب هؤلاء المعنيين بالأمر سيكونون قادرين كما ذكرت لأن الهدف هو محاولة التشجيع وكذلك الإدماج وبالتالي يجب أن يكون كتتبع مؤشرات لجنة الحكمة التي تصهر على تنزيل برنامج أوراش كما باقي برامج الحكومية للتشغيل التي يطلقات السنة الفارطة يجب أن يكون هناك مؤشرات رقمية لتتبع أعطيني آليات المواكبة عاونتها أو راح أعطيني لجنة جهوية أعطيني لجنة جهوية واشهد الناس يمكنهم واشهد يمشي لانابيك واشهد يتوجه لانابيك وانابيك هي قد تكفل بالإدماج لهم في سوق الشغل يعني الطريقة كيفاش يعني هنا كنت ترحم مجموعة من الأسئلة على المستوى هل أنت اشتغلت مع اللجنة الجهوية على المستوى تشغيل على مستوى ستة شهر أو سنتين اللي غا تشتغل فيهم هل أنت تكونتي في بعض الميهن بعض الأشياء وتخرجتي رابطة تكوين أكثر من 500 مسؤول حكومي في العملات وجنوب المراكز الجهوية وأيضا الجمعات قدرون تكلم على حاصيلة أولية واخر الناس اللي استفدوا ستشهر الأولى فين هم أعطيني جواب الناس اللي استفدوا ستشهر الأولى نعم يعني لا لا ولكن الاستفادة لم تبدأ في الاستفادة يعني ربما من استفادوا لديهم تبقى لهم شهر أو شهرين أو ربما هناك ما انتهت لأن البرنامج نزل صحيح ولكن كان دراسة للمشاريع الانطلاقة كانت نوعا غير يتم تحديد الألية المواكبة لبعادية لأن ضرورة تكون لدينا مواكبة بعادية حتى هذا الناس يخرج ويفقدوا حتى المهارات لكتسبوها هذه من الملاحظات التي توضع ولكن ماذا كنتم تريدون من حكومة كان عليها إيجاد حلول استعجالية لنقولها بملء فيه أنت تأتي في وضعية كارثية للاقتصاد الوطني بسبب تدعيات جائحة كورونا التي لم يكن هناك إعداد مسبق لها ضربتك الجائحة كما ضربت عدد كبير جدا من دول العالم تأتي في وقت هناك من هم فقدوا شغلهم يعني بالآلاف تأتي في وقت مقاولات مثلا كالمقاهي والمطاعم فرض عليه الحجر أن تغلق أبوابها وبالتالي تم تسريح ستين في المائة من العمال أو ما يزيد قطع سياحي يشغل مئات الألف من العمالة في الحرافة اليدوية وفي القطع المهن السياحية والمهن المرتبطة بها هي الأخرى تضرر وبالتالي ربما مثل هذه الأمور يعني قلناها احنا قلنا لست بدواء ولكن هي بلسة تمام وهذا اللفظ يعني منتقى وضع في مكانه فخطوة قد نقول بأنها إيجابية ليست على المدى البعيد ولكن على المدى القريب متفق معك يعني أستاذ نوفل لأن النتائج التي تم تقديمها بطبع الحالة حسب الوزارة الوسية على تنفيذ البرنامج هي مشجعة لكن ربما ما يجعلنا يعني نسير في سياق تنبؤ ربما هل البرنامج يعني يصل إلى أهداف في السنوات المقبلة هو مؤقت تماما هو مؤقت هم قالوا لك أنا ديره في ست شهر إلى سنتين يعني ما أقل لك أنا دير سياسة التشغيل بأنها ستهم نقطة نهاية غير يعني يكون يعني لنا كذلك بين الأهداف التي نصى عليها البرنامج أوراش هي كما قلنا يعني بعد رحالات يعني هؤلاء الشباب تكون عندهم الآهلية من بعد أنهم يقدروا يكملوا في مجالات أخرى يعني ممكنش يعني ست أشهر نعم هناك دخل إلى آخر ولكن هذا يعني قد نعود رجع للحلقة المفرغة أنه غادي نوقف وعود وهؤلاء الشباب عودتاني غادي نعودون بدون نقطة الصفر إلى آخره يعني أنا اللي أريد أن نقول أنه ربما البرامج الحكومية منذ الحكومات المتعاقبة ما طبع المشاكل وما شاب كل البرامج التي وضعت في المجال التشغيل تجعلنا أن ننظر شيئا ما بنوع من ربما ليس بكثير من التفاؤل نحن نؤكد على أن الصياق العالمي الحالي متأزم وبالتالي البرامج التي جاءت في سنة أولي الحكومة جد مشاجعة نعم لكن هل تتكون هناك استمرارية هل سنفتحها أولى الشباب هذا ورش مؤقت ولكن هل سيستمرون سيجدون فرص شغل فيما بعد لأنه ست أربع أشهر فيها دخل هم بعد يعني هذا هو الأساس أولى طبعا حقيقي التي طرحوا الشاب يعني البرنامج كان صريح في مجماله يعني في السياغة دياله ولكن يقدر هل سيعبد الطريق إلى برامج أخرى واستراتيجيات بعيدة المدى هناك يعني مؤشرات تتحسن اقتصاديا نتكلم عن السعر مثلا البترول إلى آخر يكون بعد مؤشرات إيجابية هذا الوقت ربما باش للحكومة نفكره وربما السيد الوزير الواسي كان نعلن أنه كان برامج أخرى أكيد لا الوزير قال بأننا سجلنا ملاحظات من الميدان قلناها 48 ألف ملاحظات قال بأنه لا يمكن دائما استراتيجي التشغيل أن تعتمد على المركز علينا أن نذهب إلى الهامش إلى المحيط ولكن أيضا هؤلاء سيستفيدون من التغطية الصحية والتعويضات حتى هو أمر جيد أمر جيد ويشمل مسجلين في صندوق الضمان الاجتماعي وغير المسجلين يشمل صحاب الشواهد وغير صحاب الشواهد أنا لم أقول أستاذ أمين بأن هذا البرنامج ليس له إيجابية بالعكس هو فكرة جيدة وهذه استمرارية لأن دائما في المغرب هذا ليست أول مرة نتحدث عن أوراش رغم مباشرة منذ الاستقلال كان أحد أهم الأوراش هو أوراش طريق الوحدة الذي أعطانا طريق الرابط بين الشمال المغرب والجنوبي 11 ألف متطوع يشاركوا في هذا الأوراش واليوم نحن نكرر هذه الأوراش رحت في الولايات المتحدة الأمريكية بين الأزمة الاقتصادية في 1926 كانت أوراش كبرى لإنقادات الولايات المتحدة الأمريكية من الركود الاقتصادي نفس الشيء كان في ألمانيا وكان في إيطاليا وكان في فرنسا إذن هذه الفكرة هي فكرة جيدة مواجهة الأزمة دائما يتطلب أفكار ابتكارية والحكومة كانت مطالعة في المائة يوم الأولى لأننا تخرجنا أفكار خرجتنا أوراش جابتنا هذا كما قلنا أعطت إمكانية 250 ألف شخص 250 ألف أسرة يكون عنده واحد المدخل على الأقل 6 أشهر هذا شيء جيد نحن نتسأل على ما بعد ما بعد اليوم لأننا نتحدث على أن برنامج أوراش يجب أن يسهم في حل أهم لمشكلة البنية في المغرب في الاقتصاد المغربي التي يمسألها تشغيل وخلق فورص والجميل في الأمر أن نشاهد اليوم لا مركزية في التشغيل وهذا أمر جيد وقد يكون وقد وصلوا رفقة الجمعيات والتعاونيات إلى أناس لعدالة المجلية هم بحاجة ماستهم 2008 درام ولا المساعدات المال التي تقدم في إطار تشغيل مؤقت وانتشالتهم من بعض مما هم فيه من وضعية السلبية شكرا لدك شكرا لدك وانت دكتور في قانون الأعمال والاقتصاد شكرا لك أيضا أمين سنني رئيس المجموعة المغربية الشابة للشأن العام والاقتصاد شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة وصلنا لختم حلقة اليوم من ملف خاص لكم أجمل تحية أينما كنت إلى اللقاء شكرا لكم